السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واللهم وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازايكم حبيبي يا رب تكونوا بخير. نهاردة ان شاء الله هنعمل معاكم جاتول محلات بطريقة سهلة جدا وبسيطة. اي حد ان شاء الله يعمله بطريقة سهلة جدا. بصوا شايفين ما شاء الله عليه عملت كل الكمية دي بكوب بيتين بس من الدقيق. وخمس بيضات مش اكتر من كده. هقول لكم عملتوا ازاي وهورهولكم برضو شكله طبقات عمل ازاي? بصوا ما شاء الله عليه. عمل معايا طوقات حلو قوي. وكيكاب بتاعته نكحة جدا وطرية قوي. بصوا شايفين? ما شاء الله عليه. عملتوا كل الكمية دي وكوب بيتين زي ما قلت لكم الدقيق. بس قبل ما ابدأ الفيديو. ياريت تشتركوا في القناة. واتفعلوا الجرس. ولاعيك وشير لي الفيديو. نبدأ المقذير معايا هنا كوب بيتين من الدقيق. كوبية سكر بودر. معايا فانيليا. معايا معلقة كبيرة بيكن بودر ورشة ملح. معلقة كبيرة محسن كيك جل. معايا خمس بيضات بدرجة حرارة الغرفة. معايا كوبية ميا. هي دي كل المقذير اللي احتاجها النهاردة. انا زي ما تعودت اه حط كل المقذير على بعض ونضربها بالمضرب الكهرباء. حطيت الديق وحطيت السكر. وحطيت البيكن بودر ورشة الملح. واحط معلقة محسن الكيك الجل. واحطي الخمس بيضات بدرجة حرارة الغرفة. واحطي معايا كمان الفانيليا. دي فانيليا سيلة. حطي منها حوالي نص معلقة. لو عندك فانيليا اللي هي الاكياس البودر. حطي باكوين. واحطي معايا كوبية من المية. وهبدأ اضرب بالمضرب الكهرباء بتاعي ده المدة حوالي عشر دقايق. لحد ما الخليط بتاعي ده يتجانس مع بعض قوي. ويعمل معايا فوم ويعلى وحجمه يتضاعف. ويبقى عامل زي الكريمة. هتلاقي له نفتحها قوي وعلي معاك. هيبقى كده تمام زي الفل. الطريقة بتاعت الكيك لزبونش ده انا باعتمدها طبعا في كل مرة بعمل فيها. بصوا كده كان فات حوالي خمس دقايق بس هفضل اكمل ضربة برضو. لحد ما يفوتوا العشر دقايق. والقوام بتاعه يعلى معايا عن كده. ويعمل معايا زي الكريمة بالضبط. بصوا كده كان خلاص القوام بتاعي آآ تقل وفات حوالي عشر دقايق ما الضرب. شايفين لونه افتحها بصوا. شوفت الكريمة عامل زي الكريمة بالضبط القوام بتاع الكيك بتاعي. هبدأ اجيب صانية بتاعتي. هادهن دهنة من الزيت خفيفة كده. هادهنها وادهن الجوانب كويس علشان الكيك بتاعي ما يلزقش ويعلى معايا ويبقى كويس. هادهنها كده وحط فيها ورقة زبدة لو ما عندكش ورقة زبدة هتبداية تعفريها بالضيق تعفيرة بسيطة كده. بس انا بفضل ورقة الزبدة بتطلع معاك مستوية قوي من تحت وبتبقى سهلة في انك تشيليها ما بتلزقش خالص. انا هنا قطعها ورقة زبدة بس لتحت بس القعص صانية مش اكتر. الجداب مش حطة فيها. بصوا ما شاء الله عليه القوام بتاعه نازل عمل ازاي? بصوا. اعمل زي الكريمة بالزبط. هبدأ اساويه كده بالروحة عشان ما فرغش الهوى اللي انا دخلتول وانا بضربه بالمضرب. هبدأ اساويها كده اخد من العلي وانزل في الواطن حد ما ما تتساوى معايا كويس. انا قبل ما ابدأ طبعا كنت مشغلة الفرن على درجة حرارة مية وتمانين. قبل ما ابدأ في عميل الزبنش خالص. هبدأ ادخلها بقى الفرن معايا زي ما انتم شايفين كده على درجة حرارة مية وتمانين. على الرف اللي في الوسط. هتاخد معايا حوالي ساعة اللي تلتة وهتبقى زي الفل. بصوا كده كان فات ساعة اللي تلتة واستويت معايا وسبتها هجيت في الفرن حوالي عشر دقيق واربت الفرن عليها وبعدين طلعتها ارتحت معايا حوالي يجي ساعتين كده او تلاتة او لو هتعمليها من بالليل هيبقى احسن وتسيبيها للصبح تبدأت تشتغلي فيها. انا كنت سيبتها حوالي يجي تلتة ساعات هديت معايا وبردت خالص بصوا. هبدأ اشيل بس ورقة الزبدة من عليها كده لزبونش بتاعة ما شاء الله عامل زي الزبط. هبدأ اشيل ورقة الزبدة من عليها بالراحة كده. بصوا شايفين من تحت مفرغة وحلوة ازاي ولونها جميل جدا. بص انا بحاول اضغط لكم عليها بصوا عاملة زي بالزبط. بضغط بترجع معايا تاني. ده بيدل زبنش بتاعك اه ما شاء الله عليه ناجح. هدى اصيبها تهدى شوية كمان وابدأ اعمل الكريمة. معي كباية من الكريمة الخام كباية كريم الباستري. معي كباية سكر بودر. كباية مياه متلجة فيها قطع تلجي كده. هنبدأ دي الكريمة اللي هنشتغل بها وهنجلس بها الجاتوب بتاعنا للحشوة والتجليس من فوق. هدى انزل بكباية الكريمة الخام. كباية كريمة باستري. كباية سكر بودر. كباية مياه متلجة. انا طبعا بحب اشتغل الكريمة بمياه متلجة مش بلبن. عشان لو الجاتوب بتاعك قعد يومين تلاتة ما يغيرش طعم الكريمة. اللبن لما بيقعد في التلاجة على يعني الكريمة ما بتتعمل باللبن. وبتقعد في التلاجة يومين تلاتة الطعمها بيغير خالص. مياه متلجة عمرها ما بيغير. هبدأ استمر في الدرب كده كريمات مع بعضها لحد ما القوان بتاعها يتقل هتاخد معي حوالي من خمس لسبع دقائق على حسب نوع الكريمة اللي انت تستخدميها انا بستخدم المتحدة الكريمة الخام طبعا ممتازة جدا. انا كنت خلصت خلاص كده والكريمة بتاعتي تقلت ادتني القوام اللي انا عايزيه. لزبونش بتاعي زي ما انتم شايفين. انا قطعته كده جزئين انا قطعته معاكم كزا مرة. وسويت الاطراف بتاعته. بصوا معايا ما شاء الله عليه متساوي جدا. وطري وهاشي جدا. انا يدوبك قطعت الاحرف بتاعته بس كده. بصوا معايا. ما شاء الله عليه هدي جدا وآآ وطري معايا وحلوة قوي. انا قطعته كده جزئين وسويت الاحرف بتاعته وشلتها خالص. هبدأ اجيب بقى السيرب بتاعي او العسل اللي بنسقي بيه الشربات ولو بنسقي بيه الحلويات. وهبدأ اسقي كده الزبونشة بتاعتي. الخطوة دي مهمة جدا. بتطري الجاتو قوي وبتخليه طعم وتحفى بصراحة. حابة تسقيه اي حاجة تانية اي صوس عند الكمبوت صوس والكمبوت اي حاجة هيمشي معي. هبدأ انا عبيت الكريمة معي وحطت البلبلة الوسعة زي عشان هبدأ اعمل بيها طبقة كده كويسة محترمة من الكريمة في الوسط بتاعت الجاتو. بصوا هبدأ امشي كده بيه عشان تعمل معي طبقة حلوة قوي. ممكن تنزلي بالكريمة انا بعملكو بدي عشان لما بيعرفش يسوي الكريمة كويس دي هتبقى اسهل لي. ممكن تنزلي لو انت بتعرفي تسويها كويس بالزباتيولة. تنزلي الكريمة كلها في وسط الزبونشة بتاعتك. وتبدأي تسويها بالزباتيولة تاخذي من العالي في الواطي. وتبدأي تسويها وتخليها كلها سوى واحد. انا بقى بعملها لكو كده عشان ما تاخدش منك وقت في تجليس الوسط. وهتبقى معاك متسوية واسهل بكتير. بصوا زي ما انتم شايفين بابدأ سويها كده. ان شاء الله استنوا الفترة الجاية. هنعمل مع بعض الجاتول التلات طبقات انا عملتلكو ده الطبقتين بتاع المحلات العادي جدا. وطبقتين عالين قوي برضو مش مش وحشة يعني. الجاتو ده ينفع للمناسبات لاعياذ ميلاد اه لو في عيد وحد جاي لك لو ناس جاي لك ضيوف ما تشتريش من برة. تعموا بصراحة زي بتاع برة واحسن بكتير. هبدأ بصوا كده. تقريبا خلاص كنت حطيت الكريمة كلها كده. هبدأ اجيب سكين عندي. بصوا بس تكون طويلة شويات جيب الازبونشة كلها. وهبدأ امشي بضهرها كده بس الحق يعني ايه? اخلي الكريمة كلها تتماسك في بعضها. هتهافضل راحة جايه كده لحد ما الكريمة كلها بصوا معي. كتتساوي كلها وعملت معي طبقة حلوة قوي. هبدأ بقى اجيب نص التاني بتاع الازبونشة وهبدأ اساويه كده وحطه مظبوط عليها. بابدأ اساوي الطرفين اللي قدامي وبنزل بيها هي بتتساوي كلها مع بعضها. كده كنت ساوتها اجيب ضهر الصينية دي كده. وهبدأ اضغطها بسيط كده عشان الطبقتين يمسكوا مع بعض كويس. كده كان خلاص تمام قوي. هبدأ برضو العملية اللي قررتها تحت في الازبونشة اللي تحت هبدأ اعمل بيها برضو الوش بتاع الجاتو بتاعي عشان يديني طبقة من الكريمة عالية وكويسة. هبدأ امشي بالكريمة كده. بتعرفي الجلسي كويس وبتعرفي تسويها كويس. انزلي بالكريمة عادي من الطبقة اللي انت خفقت فيه الكريمة في الوسط. وابدقي سويها بالزباتيولة هتطلع معايك زي الفل. انا هبدأ سويها كده وبعمل معايا طبقة قويسة قوي من الكريمة. عشان اما امشي اه معايا بسكينة او بزباتيولة تبقى مساوية معايا. ومبقاش في حتة عالية عن حتة. يعني هيبقى فيه مكان اعلى من مكان بس حاجات بسيطة قوي. اول ما تمشي بضهر السكينة هتتساوي معاك وتبقى كويسة. ما ازاي ما تكون يحطك كريمة كلها في الوسطى وتبدأ لسه تغضي من العالي على الواطي. الطريقة دي بتسهل عليك قوي. بانك تساوي الكريمة على الكيكة او على سبونشة. سواء تعمليها جاتو او ترطة. هبدأ اخلصتها كلها كده زي ما انتم شايفين بصوا. ان شاء الله عليها السبونشة دي كوبايتان دي اعملوا معايا اربعتاشر قطعة من الجاتو. وطعمهم تحفى بصراحة والعليو بتاعهم حلوة قوي. بصوا زي ما انتم شايفين كده الكريمة معايا. كده خلاص قدت معايا هبدأ اسويها بقى بسكينة بصوا معايا. حاول اوريك تجيل الاخر. بفضل راحة جاية كده وما بجيبش الاخر عشان الكريمة بتاعتي ما تنزلش. بجيب من على الاحرف كده لجوة عشان تتساوي معايا كويس. هبدأ اجلزت اكمل تجليز فيها وارجع لكم تاني. بصوا كده كنت جلزتها كلها. وفي الاخر بعد ما سويها بجيب السكينة بتاعتي بنزل فيها بمية دافية. وبابدأ امشي على الوش مرتين تلاتة كده. تديك اللمعة دي وبتتساوي معاكي كويس قوي. هبدأ اقطعها بالطول كده. انا اقطعتها بالنظر بصراحة ما ما استهاش يعني. هقطعها بالنظر معانا كده بالطول. وبعدين ابقى ابدأ اقطعها بالعرض بعد ما اشكلها. انا هنا عندي آآ سوس شوكولاتة بورتقاني. كنت عامل لكم بيه ترطاية قبل كده. فضل معي حطيته في الفريزر بستغله في اي حاجة في جاتوهات في ترط بينفعني بصراحة. هبدأ انزل بيه كده وعنج المشت ده. انا كنت جايباه فيديو مستلزمات حلواني معكم قبل كده. مش غالي خالص حوالي خمس تمشاط مع بعض. كنت جايباههم بحوالي خمستاشر جنيه. يعني فيه اللي بيساوي الكريمة بيجلس وفيه آآ بيعمل جناب بتاعته الترط. والمشت ده بتاعي تشكيل. في جنب بداية وجنب واسع. انا هبدأ اوزع الكريمة زي ما انتم شايفين بالمشت كده. وهمشي عليها زجزاج زي ما انتم شايفين كده. سهلة وبسيطة واي حد ممكن يعملها. لو عندي كيش المشت ده ممكن تعملي بمشت بس يكون جديد. مش تشعر عادي بس يكون جديد ما استعملتهوش قبل كده. هبدأ اقطع انا هنا برضو بقطعها بعناي يعني ما ما قاستش حجم القطعة الجاتو. هبدأ قطعها قطعة جاتو كده احاول ان انا خليها متساوية. وبين كل قطعتين وقطعتين بابدأ اه امسح السكينة بتاعتش عشان ما دهولش القطعة اللي بعدها. هبدأ قطعها زي ما انتم شايفين كده. بصوا شايفين ما شاء الله عليها. الترنشة الواحدة منها عملتلي سبع قطعة جاتو. يعني قبيتين دي هيعملوا معايك اربعتاشر قطعة من الجاتو. بصوا كده كنت خلاص عملتها شايفين شكلها. ما شاء الله عليها. هبدأ اجيب بقى انا عندي آآ ورق قاب كيك. انا كنت جايبها زي ما قلت لكم اللي هو الرؤية شوية. جايبها عشان بس الجاتوات ما بعملش فيه قاب كيك برضو لو اتزنقت له قاب كيك بيشتغل عادي ما بقولش لأ. بس انا جايبها طبعا آآ في الاصل الجاتو بتاعي. بغلب بيه الجاتو. كنت جايبة البقرة كده كبيرة على بعض فيها حوالي متين ورقة بعشرة جنيه. يعني مش غالي خالص. هبدأ اغلفهم قطعة قطعة كده زي ما انتم شايفين. سوس الشوكولاتة الابيض ده سهل جدا وبسيط قوي. قط حطة نص قباية لابن بودر على قباية مية. على قباية سكر بودرة وقباية من الزيت. وحطيت اللون البرتقاني اللي انتم شايفينه ده. وحطيت طعم برتقان برضو معي. طلع معي السوس ده زي ما انتم شايفين. حطيت كل السويل واللون وكل حاجة والسكر مع بعض. وسبت الزيت للاخر. ده ربت كل المكونات كويس مع بعض لحد ما السكر داب معي. بعدين بدأت نزل بالزيب بتاعي سرسوبر وفيع. لحد ما اداني القوامي التقيل ده وبقى معي سوس شوكولاتة بالبرتقان. هبدأ بدأت قطعت كله كده مع بعض. وهبدأ عندي آآ دي كريمة برضو قد في الفريزر عندي آآ لونها اصفر كنت عاملة فيها تورطاي قبل كده. وفضلت معي في حطيتها في الفريزر. هبدأ اعمل بيها رزيتات صغيرة كده على الوش. الجنش ده يرجع لك انت في الآخر. انا بعمل آآ الحاجات الممكنة عندي والحاجات المتوفرة انت اللي عندك اعملي. يعني ممكن تجلسيها كريمة وتعملي آآ وتعملي رزيتات كريمة بيضة وترشي شوكولاتة مبشورة برحتك ترشي كريزب برحت. الموجود عندك استخدمي. انا هنا الموجودة عندي في الفريزر عملت بيه بصراحة. انا ما عملتلوش اي جنش من عندي. انا اي حاجة بتفضل من اي تورطاية او حاجة بحطها في الفريزر في كياس تلاجة لما باجي اعمل اي حاجة باستخدمها معايا. بتسهل علي كتير طبعا. هعمل كله زي ما انتم شايفين رزيتات كده. حابة تشكلي انا حبيت اعمل الكمية كلها تقريبا شكل واحد. هنا انا كنت خلاص عملتها بصوا ديت آآ شوكولاتة دي انا كنت جايبها ورق ترانسفير زي ما قلت لكم مش غالي خالص. الورقة فيها حوالي عشرين لتلاتين شكل. بتلاتة جنيه بس بس هيح شوكولاتة واحطها فيها وبطلع لي الاشكال دي. دي برضو قد اشكال فضلة عندي من جاتو قبل كده كنت حطاها في علبة في التلاجة. بصوا كده كنت شكلت بكمية دي كلها بكبايتين بس من الدقيق. وعملت بصوصات الموجودة عندك. تعملي الجنش من فوق باي حاجة انت حبيها. دي حاجة ترجع لو راحتك انت شايفين ما شاء الله عليها. عملت معايا كمية حلوة قوي. بكبايتين بس من الدقيق. حاجة تشرفك لو اي حد موجود عندك. وسهلة وطعمها بصراحة حكاية. والكيكة بتاعتها طريقة قوي. بصوا الطبقات. ما شاء الله عليها. احلى من جاتو المحلات بكتير حاجة انت عاملها في بيتك. ومضمونة. هتعمل معاك كمية كبيرة ومش مكلفة خالص. بصوا ما شاء الله انا حاول اوريكو بس. شايفين شكله. زجزجت بالمشتة عادي خالص. ما خدتش منك اي وقت ولا اي مجهود. وكل الحاجات دي متوفرة عندك. عندك كريس بس وحابة تحطي. يا رب يكون الفكرة النهاردة عجبتكو. يا اعجبكو الفيديو النهاردة. ياريت تشتركو في القناة وتفعلو الجرس. ولايك وشاهد لي الفيديو.